بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا يقول الاعلام الغربي عن الموضوع بتاع النيجر يا ابو الشباب وبالذات الاعلام الفرنسي ماذا يقولون على الانقلاب في النيجر وكيف هما بيكلموا الرعية بتاعتهم باختصار يا ابو الابطال بيقول لهم ان هما لازم يتوقدوا في النيجر لانهم بينشروا الديمقراطية هناك وبيحربوا التنظيمات الارهابية هناك وانهم ان انسحبوا من هناك التنظيمات الارهابية سوف تكثر وتتكافر وتتمدد وهيعود الارهاب الى اوروبا دي نغمة شغالة يا ابو الابطال خد بالك الوقاحة بتاع الاعلام دوت هما مستألين هما عارفين ان الاعلام بيشكل رأي عام في داخل البلد بينما تجد مثلا واحد من السياسيين بيعترف بيقول لك تلتين الطاقة الكهربائية في فرنسا من اليورانيوم بتاع النيجر وكمان الذهب اللي هو بيسرقوه من النيجر يعني المسألة سرقة واضحة لكن هما عارفين ان الاعلام بيستخدم لتخدير الرأي العام واخد بالك الموضوع ده مش من النهاردة ده انا حكيت لكم من حوالي سنتين او ثلاثة على الثورة الفرنسية هو الثورة قامت على لويس السادس عشر بان هما اتهموا ان امراته بتعمل فستان اغلى فستان في العالم في الوقت اللي الشعب الفرنسي فيه بيعاني وفيه ازمات مالية وفيه كذا وكذا وكذا وبعد كده هيجوا الناس على لويس السادس عشر وبعد كده خلعوه واعدموه واعدم امراته وبعد كده حتى استخدموا واحد في اسمه ماكسيميليام الوفسبير اعتقد ان ما خنتنيش الزاكرة خلوه الرجل ده كان محل ثقة الناس فكانوا بيسموه صاحب اليد النظيفة والرجل دوت استعملوه في انه هو قاد عملية التطهير بعد الثورة وقتل لهم ناس كثيرين جدا واللي قتلهم يعني مدنين يعني هم عملوه كانه قاضي ميداني في الثورة كده ومكنوه حقيقة وبعد ذلك يا ابو الابطال دبح لهم ناس كتير جدا كل الخصوم او اغلب الخصوم اللي هم طلوهم وكانوا عايزين دبحوهم ورطوا فيها من ماكسيميليام روبسبير وبعد ذلك انقلبوا عليه وقالوا عليه هذا الرجل قر بالثورة وهذا الرجل اصرف في سفك دماء الفرنسيين وعملوله عملية تشويه هو كمان وقتلوه هو كمان ده دور الاعلام ودي طريقة المكر الغربي شغال حتى بينهم وبين انفسهم وخلوني اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم